غلاء في الأسعار يقابله ضعف في الإقبال على شراء الملابس واحتياجات العيد هنا في محافظة الجوف لم تتمكن أغلب الأسر من توفير ملابس العيد لبعض أفرادها فيما اضطر آخرون للتخلي عن الكثير من الاحتياجات بسبب الارتفاع المهول في الأسعار وعدم توفر السيولة المالية لدى معظمهم الناس خصوصا في هذه الأيام يستقبلون العيد بشكل آخر خصوصا في غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني جدا فصار الرب الأسرة إذا كان لديه اثنين أطفال ثلاثة أطفال أربع أطفال كيف سيلبي حاجات البيت وبالرغم من تدفق المتسوقين إلى الأسواق لقرض شراء احتياجات العيد لكن معاناة النازحين وعدم قدرتهم على توفير ما يحتاجونه للعيد بسبب تأخر المرتبات هو ما يجعلهم يستقبلون هذا العيد بفرحة منقوصة في ظل ابتعادهم عن منازلهم بالإضافة إلى أوضاعهم المأساوية التي تفوق قدرتهم على تحمل كل هذا العيد ناقص علينا من حين نحن عن بلدنا بعيدين وإضافة إلى ذلك من قلال أسعار لا نستطيع أن نوفر تلك الحاجاتنا ومع كل هذه الضوائق التي ألمت بالمواطنين والنازحين في محافظة الجوف إلا أننا نجد بعض أرباب الأسر مجبرين على شراء الملابس والاحتياجات لأطفالهم بأي شكل كان أو كما يقولون ليدخلوا الفرحة والسرور على أولادهم ويعيشوا فرحة هذا العيد وإن كلفهم الثمن باهضا مجد عياش من شباب محافظة الجوف ترجمة نانسي قنقر